اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي معاكم مستر علي السيد مدرس الدراسات الاجتماعية يلا بينا مع بعض نكمل رحلتنا التاريخية في حضرتنا الاسلامية ومعانا درس جديد النهاردة درسنا بعنوان رواقع الحضارة الاسلامية في النظام الاقتصادي والاجتماعي زي ما تعودنا مع بعض ان احنا هنتكلم في موضوعات معينة وهنتكلم النهاردة عن النظام الاقتصادي وهيكون بيشمل بيت مال المسلمين الانشطة الاقتصادية المختلفة اما في الحياة الاجتماعية هنتكلم عن عناصر المجتمع وعن المرأة في الاسلام وفي بداية رحلتنا التاريخية النهاردة عن درس الحضارة الاسلامية في النظام الاقتصادي والاجتماعي هنبدأ مع بعض الحياة الاجتماعية طلاب العزاء الاسلام نظم المعاملات والعلاقات بين الناس وفق لقواعد أخلاقية مستمدة من مبادئ الإسلام السمح يعني لو جينا سألنا سؤال مهم بما تفسر اهتمام سيدنا عمر بن الخطاب بتطوير النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية طبعا لأن في عهد عمر بن الخطاب اتسعت الدولة الإسلامية بشكل كبير وكمان تعدرت إرادات ومصروفات الدولة الإسلامية وعلشان كده عمر بن الخطاب قرر ينشئ بيت مال المسلمين وطبعا بيت المال هنا مسؤول عن جمع الإرادات الخاصة بالدولة وأنه ينفقها في المجالات المختلفة اللي بيحتاج إليها المجتمع وبكده تعالوا نتعرف على إيه هي الإرادات وهي المصروفات الخاصة ببيت مال المسلمين أولا إرادات بيت مال المسلمين أولا الزكاة هي ركن من أركان الإسلام فردت على المسلم الغني القادر ليعطيها إلى الفقراء والمساكين كمان تعالوا نشوف من إرادات بيت المال الخراج الخراج هو عبارة عن ضريبة تفرد على كل المنتجات اللي بتخرج من الأرض الزراعي والأرض دي طبعا هي اللي فتحها المسلمين وأخدوها صلحا من أهلها وطبعا الخراج بيحدد ويقدر حسب جودة الأرض الزراعي وما تنتجه من محاصيل تعالوا مع بعض نشوف كمان إرادات بيت مال المسلمين الجزية وهي عبارة عن مبلغ من المال يؤخذ من أهل الزمة اللي هم الأهالي والمواطنين المسيحيين واليهود اللي موجودين في الدولة الإسلامية طب بيتاخد منهم جزية ليه؟ مقابل حمايتهم ويعفى من هذه الجزية النساء والرهبان والأطفال والناس اللي غير قادر على دفع الجزية يعني في عدل في توزيع الجزية تعالوا مع بعض نشوف كمان العشور هي عبارة عن ضريبة تأخذ على بضائع التجار غير المسلمين اللي بيمروا بتجارتهم داخل حدود الدولة الإسلامية كمان عندنا الركاز هي عبارة عن ضريبة تفرض على كل ما يخرج من باطن الأرض سواء كان معادن أو أحجار كريمة الغنيمة هي كل ما يحصل عليه المسلمون من غنائم أثناء فتوحتهم الإسلامية اللي هي الحروب والغزوات بعد ما تعرفنا على إيه هي أهم الإرادات اللي بيحصل عليها بيت مال المسلمين تعالوا مع بعض نتعرف على أهم مصرفات بيت مال المسلمين كانت الأموال في بيت المال تنفق على جهات مختلفة فكان بينفق مثلا على الفقراء والمساكين وأصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الرعاية الصحية أو إعطاءهم حقهم كمان من أهم مصارف بيت المال أنه بيدفع رواتب العاملين بالدولة اللي هي المرتبات زي مثلا مرتبات الجيش والأسطول وكمان بيت المال بينفق على المؤسسات التعليمية والصحية وعلى المساجد والكتاتيب وعلى المدارس والمستشفيات طبعا إلى جانب بعض المؤسسات الزراعية والصناعية والتجارية كل دي عبارة عن مصارف بيت المال تعالوا مع بعض نشوف النقود أو العملة في الدولة الإسلامية كان شكلها إيه في البداية كانت العملات المستخدمة في الدولة الإسلامية خلال عصر الخلفاء الرشدين هي عبارة عن الدينار البيزنطي وكان بيصنع من الدهب وكمان الدرهم الفارسي وكان بيصنع من الفضة وفضلة المعاملات والنقود الإسلامية بالشكل ده حتى العصر الأموي لحد ما جه الخليفة عبد الملك بن مروان وعمل مجموعة من التعديلات على العملة الإسلامية وأخذت العملة الإسلامية شكل جديد وأصبحت عملة معربة عليها الشهادتان واسم الخليفة اللي بيحكم في الفترة دي يلا بينا نتعرف على أهم الأنشطة الاقتصادية في الدولة الإسلامية طبعا كانت الأنشطة الاقتصادية متعددة ومتنوعة وبيرجع دوت طبعا إلى تنوع الموارد فكان عندنا الزراعة في الدولة الإسلامية اهتم الخلفاء بشق الترع والجسور وأقاموا القنوات وإصلاح الأراضي الزراعية طبعا ده أدى في النهاية إلى جودة الأراضي الزراعية وزيارة إنتاجها وطبعا نظرا لتنوع المناخ وداخل الأراضي الزراعية في الدولة الإسلامية تنوعة المحاصيل الزراعية تعالوا نشوف مع بعض الصناعة في الحضارة الإسلامية ونظرا طبعا لتنوع المواد الخام اللي عرفها المسلمين في أماكن مختلفة تنوعت وتعددت الصناعات الإسلامية وهنا ظهر جمال وإبداع الفن الإسلامي اللي تعرفنا عليه من خلال الرسم والزخرفة والخط العربي بأشكاله المختلفة وطبعا ده ظهر من خلال المصنوعات الجميلة اللي مازالت موجودة في بعض المتاحف الإسلامية في البلدان المختلفة تعالوا مع بعض نشوف إيه هي أهم الصناعات اللي عرفها المسلمون خلال العصور الإسلامية المختلفة الصناعة الفخارية وهي صناعة الأواني الفخارية المختلفة الصناعات الزجاجية وتصنع من الرمال البيضاء الصناعات المعدنية زي الأواني والأسلحة وأدوات الزينة والصناعات الخشبية زي صناعة الأبواب وصناعة الأساس بأشكاله المختلفة تعالوا كمان نشوف صناعات أخرى زي صناعة المنسجات القطنية والحريرية والصناعات الجلدية لصناعة الوسائد والسيور والصناعات الغذائية زي عصر الزيوت وتجفيف الفاكهة والخضروات وعندنا الصناعات الكيميائية زي صناعة العطور والصابون شفنا قد إيه الصناعات الإسلامية كانت متعددة ومتنوعة وده بيرجع لتنوع الموارد والمواد الخام تعالوا نأكد معلوماتنا مع بعض من خلال فاكرة أكد فهمك حدد صحة أو خطأ العبارات الأتيه تأسس بيت المال في عهد الخلفاء الراشدين طبعا العبارة صحيحة لأن بيت المال تم إنشاؤه في عهد عمر بن الخطاب فردت ضريبة العشور على التجار المسلمين نفكر مع بعض كده طبعا العبارة خاطئة لأن ضريبة العشور فردت على التجار غير المسلمين معنا سؤال كمان الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريدة على كل مسلم قادر العبارة صحيحة بعد فاكر تأكد فهمك تعالوا مع بعض نكمل الحياة الاقتصادية في العصر الإسلامي ونتكلم عن التجارة في الحضارة الإسلامية ازدهرت وتقدمت التجارة في الدولة الإسلامية بما تفسر بسبب تقدم الزراعة والصناعة وكمان اهتمام الدولة الإسلامية بإنشاء الأسواق والخانات اللي هي الاستراحات يعني والأساطيل البحرية وكمان إصلاح الطرق التجارية وتمسك التجار المسلمون بمبادئ الإسلام السامحة في البيع والشراء وطبعا أخلاق المسلمين من التجار كانت بتتميز بالصدق والأمانة وترتب على ذلك في المعاملات السامحة دخول عدد كبير من الناس في الإسلام وانقسمت التجارة في العصر الإسلامي إلى قسمين التجارة الداخلية وهي عبارة عن حركة البيع والشراء اللي كانت بتتم داخل المدن الإسلامية أو بين الولايات أما التجارة الخارجية فهي عبارة عن حركة البيع والشراء اللي بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول المجاورة سواء كان الدول الإسلامية أو غير إسلامية بعد ما تكلمنا عن الحياة الاقتصادية في العصر الإسلامي تعالوا مع بعض نشوف شكل الحياة الاجتماعية داخل الدولة الإسلامية المجتمع الإسلامي كان بيضم مجموعة من العناصر طبعا أولهم العرب وهم يعتبروا أصل الدولة الإسلامية واللي اخترهم الله سبحانه وتعالى ان يكونوا مسئولين عن توصيل الرسالة وتبلغها للناس وعلشان كده كان العرب بيتصفوا بصفات وخصال حميدة هي السبب في نشر الاسلام في بلدان مختلفة ومن اهم العناصر في الدولة الاسلامية الموالي وهم عبارة عن الاشخاص اللي دخلوا الاسلام من بلاد مختلفة وما كانوش بيتكلموا اللغة العربية وكان ليهم طبعا حقوق وواجبات ولا فرق بينهم وبين العرب إلا بالتقوى والعمل الصالح ومن امثلة الموالي زي صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي كمان من العناصر اللي موجودة داخل المجتمع الاسلامي اهل الزمة وهم عبارة عن اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الاسلامي ومحدش من المسلمين كان بيجبرهم على الدخول في الاسلام بل بالعكس الاسلام أمنهم على حياتهم وأموالهم وأماكن العبادة وعاشوا في ظل المجتمع الاسلامي حياها دئة ومطمئنة بعد ما تكلمنا عن شكل المجتمع الاسلامي في الحضارة الاسلامية تعالوا نتكلم على عنصر مهم من عناصر المجتمع الاسلامي وهي المرأة في الاسلام المرأة في الاسلام حظيت بمكانة عالية جدا فأعطاها الاسلام حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصبح لها حق إبداء الرأي والتعليم والعمل والتملك ومن أبرز الشخصيات الاسلامية النسائية السيدة خديجة والسيدة عائشة رضي الله عنهما والسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد واللي كان لها دور سياسي كبير في الدولة العباسية وكمان السيدة أم عاطية الأنصرية اللي دخلت مع الرسول سبع غزوات وكانت مسؤولة عن توصيل الطعام وعلاج المرضى والمصابين وبكده المجتمع الاسلامي مجتمع متماسك بيسود الود والتراحم بين كل عناصره لا فرق بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين وكل منهم لحقوقه وعليه واجباته طلاب العزاء شوفنا قدية المجتمع الاسلامي مجتمع متنوع ومتماسك في نفس الوقت تعالوا مع بعض نأكد معلوماتنا من خلال فقرة أكد فهمك حدد صحة أو خطأ العبارات الآتي تمتعت المرأة بمكانة عالية في الدولة الإسلامية العبارة صحيحة ودينا أمثلة كتير على ده يطلق لفظ موالي على كل من دخل الإسلام من غير العرب برضو العبارة هتكون عبارة صحيحة من الشخصيات النسائية في العصر العباسي السيدة أم عطية الأنصارية العبارة خاطئة لأن من أشهر الشخصيات النسائية في العصر العباسي السيدة زبيدة في عهد هارون الرشيد يعد بلالي الحبشي وصهايب الرومي وسلمان الفارسي من الموالي طبعا كلنا مع بعض هنقول العبارة صحيحة ومعنا سؤال مختلف أكتب المفهوم التاريخي لكل عبارة من العبارات الآتي فردت على كل مسلم قادر لتعطى للفقراء والمساكين هي طبعا الزكاة كل ما كان يحصل عليه المسلمون من مكاسب عند فتحاتهم الإسلامية نفكر كده مع بعض طبعا هتكون الإجابة هي الغنائم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم بعد الفتح الإسلامي ولم يجبرهم أحد على الدخول في الإسلام طبعا ده مفهوم يطلق على أهل الزمة طلاب العزاء بنهاية فقر اتأكد فهمك انتهى درسنا النهاردة عن رواع الحضارة الإسلامية في النظام الاقتصادي والاجتماعي إلى أن نلتقي في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله